في الوقت ده من كل سنة بيبقى الشغل الشغل على الرقابة على المصنفات الفنية تدي التصريح لأفلام الصيف أو اللي كمان المسلسلات اللي هتبقى موجودة في الفترة دي لكن ما بين الموسم الصيفي اللي احنا دخلين عليه وما بين إدرابات العاملين بجهات الرقابية وما بين كمان مشروع إنشاء مركز الصوتيات والممريئات وأيضا اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور في حاجات كتير جدا وأسئلة كتير جدا نحن نبسنا نعرف معلومات عنها أو إجابات عنها شو كده بيساعدنا إن احنا يكون معنا في الفقرة دي دكتور سيد خطاب رئيس الرقابة على المصنفات الفنية برحب بحضرتك وبقولك نهارك سعيد صباح خير نهاركو سعيد إن شاء الله إن شاء الله يبقى سعيد ولكن خلينا نبتدي الأول بإدراب العاملين احنا الحمد لله خلصنا الإدراب ده منذ أيام قليلة جدا فعايزين نعرف كانت طلباتهم إيه وكيف تم تحقيق هذه الطلبات أنا بشكركم طبعا على الاستضافة الجميلة وصباح خير لكل المشاهدين نهارك سعيد البرنامج الحقيقة اللي فيه نسبة مشاهدة عالية جدا وسعاداء جدا بيها الحقيقة أنا يهميني جدا إن أنا أوضح النهاردة إن العاملين بالرقابة على المصنفات الفنية المؤسسة الصغيرة جدا اللي في وزارة الثقافة الحقيقة ظلموا كثيرا على مدى سنين طويلة جدا إن ما تتمش عمل ليحة مكافآت خاصة بيهم بتدي للرقيب أو للأستاء المشاهدة أو أثناء القراءة أو أثناء حتى الحملات التفتشية لتطبيق القانون الخاص بالرقابة سواء في الملاهي أو في الحفلات أو في الفنادق أو في كل ربوع مصر أو في المواقع التصورية للأسف البالغ ما فيش ليحة مكافآت كل اللي بيأخذوا هذا الرقيب هو بدل انتقال للمكان اللي هو رايح إليه أو للمسرح اللي هو رايح يشوف عرضه ممكن يرجع الفجر ويبقى متأخر جدا كل ده جهد الحقيقة هم لم يسابوا عليه طوال سنين طويلة جدا من حقهم بعد ما بيسمعوا عن الأرقام الكبيرة اللي بيسمعها النهاردة عن مرتبات بعض المسؤولين أو عن مرتبات الناس الفاسدين في الدولة بشكل عام من حقهم أنهم يتزمروا وأنا تضمنت مع طلباتهم لأن أول ما مسكت الرقابة الحقيقة عملت ليحة مكافآت وفي مشروع متكامل ليحة مكافآت لا يكلف الدولة من ليم واحد ومن كتر ما بدأنا اللح على هذه اللائحة الحقيقة جات لنا موافقة من وزارة المالية في الأيام الأخيرة بأن نعمل تعديل جداول الرسوم بتاعتنا اللي مرتبطة أنا هو ده كنت نسأل حضرتك هل وفقت وزارة المالية على نفع نسبة الرسوم؟ طبعا وفقت وزارة المالية الحمد لله لأن بالفعل احنا مش محتاجين أن احنا نحمل الدولة فوق الأعباء اللي هي متحملها الرقابة عندها مشاكل لكن مشاكلها كلها موجودة وعندنا اقتراحات موجودة لحلها تعديل جداول الرسوم مش يعني لو تتخيالي حضرتك مسلسل التلفزيوني 30 حلقة الدولة بتاخد عليه رسوم إجازة فقط قراءة من 3 رقباء ومدير إدارة ومدير عام هذه الصيغة بكل ما فيها وعشان تمنحيه هذا التصريح فقط 150 جنيه رسوم قراءة فده شيء صعب جدا احنا قلنا عندي بس مين اللي بيدفع 150؟ شركة الانتاج شركة الانتاج تخيالي حضرتك اه لأ طبعا طبعا ده تخيالي ده كلام بسيط جدا بسيط جدا وقصد أن الناس كمان هم عندهم استعداد للتعاون يعني أكتر كتير من شركات الانتاج ونظرا للضغط الكبير جدا اللي كان علينا خلال الشهور اللي فاتت واللي مازال مستمر أكتر في خلال الشهرين اللي فاتوا أكتر من 70 مسلسل طاقة غير عادية على رقابة إدارة زي إدارة الأفلام العربية والفيديو هي عبارة عن 20 رقيب لاتتخيالي حضرتك أنه بالفعل بيبقى مكلف من جواه أنه يقرأ 24 ساعة تقريبا في اليوم دون أن ينظر إلى بيته في كل الظروف اللي احنا فيها دي وفي كل حالة الاضطراب النفسي اللي المصريين عايشينه النهاردة وبيسمعوا عن مكافئات الآخرين أعتقد أن دي مطالبهم عادلة عملنا المشروع دون باعتبار أنه تعديل جداول الرسوم بنسويها بس برسوم اللي بيتدفعها شركات الإنتاج للتلفزيون المصري وده حق بسيط جدا وهنعطي لرقاباتنا فلوس جيدة جدا إن شاء الله وهتبقى يعني وبدون ما تمثل أعباء على الدولة المقترح بتاعنا مش بس بيدي فلوس للرقابات لا ده بيضاعف الموازنة اللي احنا الدخل اللي احنا بندخله للدولة من 2 مليون إلى 6 مليون لمجرد أن احنا عملنا تعديل في رسوم بسيطة جدا لا تتخيالي حضرتك يعني فيه عندنا ترخيص مهم جدا لوكلاء الفنانين بـ 2 جنيه في العام يعني ده شيء يعني أرقام أرقام تاريخية أه يعني مش مش ما ينفعش خالص نحن نتكلم فيها فالتعديل يا ريم بأمانة لن يضر أحد على الإطلاق بالعكس التعديل كمان هيساهم في رفع الروح المعنوية للرقابات علشان نبدأ أهم حاجة يعني هو كمان التعديل ده مش بيعمل عبقة على الدولة لأن خاصة أن الدولة دلوقتي عندها حاجات كتير جدا بالعكس إحنا بنترح مشروع الرقابة يا ريم في تصوره الأشمل وده أتمنى أن يؤخذ بعين الاعتبار أن مؤسسة بتطبق قانون الملكية الفكرية في دولة وقعت على كل الاتفاقيات الدولية والعالمية اللي بتحمي حقوق الملكية الفكرية في هذا العالم اللي بيتغنى بأنه بيحمي حقوق الملكية الفكرية في دولة زي دنمارك بتجيب لها مليار ونص مليار جنيه دولار قصدي في السنة إحنا نستطيع أن المؤسسة دي بالمشروع اللي إحنا مقدمين وبتحولها إلى مؤسسة المصنفات الفنية وحقوق الملكية الفكرية إن إحنا نبقى مصدر للدخل القومي في مصر السينما كانت طول عمرها الدخل رقم اتنين بعد القطن بعد القطن في بداياتها كمان تخيلي حضرتك النهاردة إحنا مش بنستعيد حقوقنا من مساحة المساحة الكبيرة اللي بدعنا منتشر عليها سواء عربيا أو إفريقيا أو إسلاميا حضرتك قلت نقطة مهمة جدا تفعيل قانون حقوق الملكية الفكرية لأن القانون ده على رغم إحنا موقعين على موظم الاتفاقيات ولكن لم يتم تفعيله للأسف للأسف إحنا مش بناخد حقوقنا فبالتالي في قطاعات كتير جدا وصناعات كتيرة جدا مرتبطة بالفن عندها مشاكل زي مثلا سوق الكاست أو الأفلام القديمة اللي بيتم تدولها على القنوات الفضائية دي كلها إزاي هنقدر إن إحنا نفعل هذا القانون إزاي هنقدر إن إحنا نجبر الناس إنه لأ ده حق ناس اشتغلوا قبل كده من كذا سنة فبالتالي لازم ندلهم الفلوس دي عارفة بيشايدني جدا لما بشوف جمعية المؤلفين والملحنين وقدرتها نظرا لكونها عضو مؤسس في الجمعية العالمية اللي مقرها في باريس اللي بالفعل بتستطيع إنها تعيد للورصة من ورصة عبدالوهاب وورصة عبدالحليم وورصة مكلسوم وكثير من المبدعين اللي ما زالوا أحياء الحقيقة بتعيد لهم بعض حقوق الملكية الفكرية ببقى حزين جدا لما بشوف في أوروبا مثلا جزء من فطورة عمل أي شيء إن شاء الله تدخلي الكوافير جزء منه الرسوم الموسيقى اللي حضرتك سمعتيها في كل بيت في إيطاليا كنت عايشين هناك كنا بندفع حاجة اسمها فطورة للتلفزيون المصري فيه إشتراك معين كنا بندفعه للتلفزيون الإيطالي هناك أعتقد إن ده جزء من ضريبة حقيقية نتيجة خدمة بتقدم ليه مش مش طب بس إحنا عندنا نفس القانون ده برضو يا دكتور آليات التنفيذ عندنا برضو القانون اللي بنياخد تقريبا مش هارفة خمسة خمس قروش أو حاجة زي كده ضريبة التلفزيون ولكن لم يتم تحصيله منذ العديد من السنوات ما هيش احنا مش عايزين نوصل للناس إن ثقافة الملكية الفكرية هي ثقافة الضريبة قد ما هي ثقافة إن دي حقوق آخرين المبدع والمؤلف واللي عمل أغنيته من سنوات وما أخدش عيه أساساً أموال هذا الإبداع أولاً لا يمكن التنازل عنه بحق من الحقوق بحال من الأحوال عندنا وسائط جديدة كمان للتوزيع دلوقت ياريم عندنا وسائط عبر الأقمار الصناعية عندنا أفلام بتجيلنا من العالم عبر الأقمار الصناعية عندنا شبكة الإنترنت عندنا أنماط جديدة من الإنتاج النهاردة أنت متاح جداً إنك تلاقي شاب أو شابين بيعملوا فيلمهم الخاص جداً وييجوا علشان كمان عندهم إمكانيات بسه مش بس إمكانيات إنهم ينتجوه لا إمكانيات البس والتوزيع إحنا محتاجين نعيد تفكير فيه آليات التوزيع عندنا محتاجين نفكر بشكل مختلف إزاي مصر تبقى دولة بتعتبر نفسها داعم أساسي للثقافة في المنطقة العربية ولها اليد الطولة في تشكيل الوعي العربي كله وما يبقاش عندنا شركة بس فضائي تبص أفلامنا السينمائية وخصوصاً إن كل دول العربية دلوقتي بقت عندها دور العرض مجهزة لاستقبال النوع دا من الأفلاب زي مصر ما عندنا عدد كبير من دور العرض إزاي مصر النهاردة بنتكلم على إنها تحمل مش على التغيير في المنطقة العربية بل في العالم كله بنتكلم عن صورة بتهز العالم كله زي ما بنتكلم عنها وما بنفكرش في إن يبقى لنا وجود حقيقي في الفضاء عندنا النيلسات عندنا كل الأدوات عندنا المبدئين وده الأساس عندنا المخزون للستراتيجي للأفكار في المنطقة كلها بل في العالم وعندنا الأدوات عندنا النيلسات عندنا الأدوات ولكن ما عندناش اللي هو مش عارف أقولها إزاي عندنا كل الأدوات وعندنا كل الموارد البشرية والموارد الإبتاعية ولكن ما عندناش الخطة اللي إحنا نبتدي نمشي عليها دكتور سيدة أنا كنت عايزة أناقش حضرتك في نقطة تانية مهمة جداً بيشتكي منها العديد من الكتاب والمؤلفين والمبدعين وهي نقطة الرقيب اللي بقى أشبه بالموظف اللي هو بيجي له السكريبت فبيقراه فيقوله لأ مش منطقي إن الشخصية تعمل كذا 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 فبالتالي بيروح لاغي السكريبت أيوة بس دي في نفس الوقت بتبقى وجهة نظر مبدع أو وجهة نظر مؤلف يمكن بقى لنا سنين طويلة جداً الناس بتشتكي من الرقيب الموظف أو الرقيب اللي مش فنان أو الرقيب اللي مش بيقدر الرؤية الفنية للعمل هنحل المشكلة دي الزي المشكلة دي مشكلة أبدية أنا بسميها مشكلة الرقيب المفترع عليه دائماً دلوقتي بقى الرقيب هو المفترع عليه دائماً مفترع عليه لأن كل واحد عايزه على شكلته عايزه على هواه الرقيب الحقيقة هو بني آدم وضع في هذا المكان لينفذ القانون وفقط أنا ما بطلبوش إنه هو يكتب لي مقال نقضي عن العمل الفني بس لازم يبقى عنده فكر متفتح يناسب برضو يعني تغيير اللي بيواكب العصر المتغيرات اللي بتاعة دوسف عصرنا لما بنتكلم عن قانون يريم معمول من سنة خمسة وخمسين آليات اتضحت بالعكس لو تشوفي المرونة اللي عملينها الرقباء على مستوى علاقتهم مثلا بمفاهيم زي مفاهيم الأداب العامة أو مفاهيم زي مفاهيم النظام العام أو مصالح الدولة العليا إزاي إن ده بيبقى مفاهيم متحركة ومتغيرة مع حركة المجتمع أعتقد إن الرقباء من خلال الفترة اللي أنا تعملت معاهم هم خرجين أداب وخرجين ألسن لغات مختلفة وخرجين فنون مسرحية وخرجين معهد العالي للسينما قسم سيناريو وخرجين معاهد النقد الفني أقسملك بالله هم مجموعة بالفعل مخلصة وبعدين ما فيش ما يملكش الرقيب لوحده إنه يقول ده ممنوع وده مش ممنوع كما يرى الناس يعني بيصوروه دائما بالشكل الكاركاتوري إنه ماسك خط أحمر وقعد عمال يلغي في المشاهد كلها ليس صحيح خالص والله يا ريم ده إحنا اللجنة بتبقى ثلاثة وبعدين بعد شوية بيبقى فيه اثنين آخرين وإذا اختلفوا الثلاثة ممكن نعمل لجنة أكبر شوية أو لجنة أخرى تقرى العمل الفني وإذا يعني وصلنا المرحلة إنه إحنا بنجيب المبدع قبل ما نرهد العمل الفني النسب بتشتكي ليه طيب المبدعين بيشتكوا ليه دور الرقيب دايما الناس كلها عايزة رقيب في كل شيء عايزة رقابة لكل شيء لكن بمجرد ما يشعر إن هذه الرقابة ستمس قدر من حريته في إن أنت أصبحت بكل تفاصيلك موضع الملاحظة وموضع التطقيق في ناس رفضينها مبدعيا ده رفض مبدعي الإنسان يصعب جدا إنه يتقبل إنه يكون مراقب في إداعه كمان وعشان كده احنا بنقول يا أخواننا احنا بنسميها عايزين نوصل لمرحلة الحرية الملتزمة عايزين نصل لمرحلة الرقابة الذاتية وهي أشد على فكرة وشفنا نمازج رائعة زي إبراهيم البطوت وآخرين وإحمد عبدالله مجموعة من الشبان الرائعين اللي عاملين أفلام مستقلة خارج شروط إنتاج الدولة وخارج شروط إنتاج القطاع الخاص نفسه وهي أكثر التزاما من الأفلام اللي بتحصل على موافقة الرقابة من الأفلام التجارية اللي بتحصل على موافقة الرقابة ده صحيح طبعا حضرتك رأيك إيه في اللجنة في اللجنة التأساسية لسياغة التسطور طبعا احنا عارفين على مدار الأيام اللي فاتت ناس كتير جدا نسحبوا من هذه اللجنة تقييم حضرتك دكتور على هذه اللجنة المسألة الحقيقة من كتر حالة الصراع اللي موجودة فيه احنا قدام لحظة تاريخية في عمر مصر بتشكل مستقبل الجمهورية التانية فيها شكل الجمهورية شكل توازن السلطات فيها شكل علاقات السلطات فيها ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشرعية والسلطة القضائية وفي إطارها العام السلطة الرابعة تراقب وتفند وتناقش الجميع الصحافة والإعلام وكل مبدعي مصر اللحظة دي لحظة فارقة في تاريخ مصر فيها قدر من الصراع فيها قدر كبير جدا من الاحتداد على المواقف لكن المصريين دائما الواحد بيطمئن معاهم لأن بالفعل هم بيحكموا العقل في كل خياراتهم لما تشوف المشهد العربي كله والمشهد المحيط بينا وكم الدماء اللي تناثرت في الدول العربية المحيطة واللي ما زالت دماء بتنزف بشكل همجي في الشقيقة سوريا وتما مش رخيص للحرية ما أنا بقول مش رخيص للحرية لكنه غالي علينا كلنا غالي على الإنسانية أنها ترى هذه الدماء تنزف وتقف مكتوفة الأيدي مش قادرين نحرك ساكنا تجاه غير التعاطف الإنساني اللي احنا عاملينه مع أشقاءنا في سوريا لكن في النهاية بتشوفي في المشهد ده عظمة الشعب المصري وبتشوفي يعني ايه العمق الحضاري ويعني ايه رغم كل شدة الاختلافات احنا عندنا أقصى اليمين في المنطقة كلها وأقصى اليسار وعندنا كل تلونات المجتمع المصري وعندنا كل الأفكار اللي موجودة في المنطقة العربية وعندنا كل الأفكار والسنائيات المتناقضة ومع ذلك المصريين اختاروا الحكمة والمصريين اختاروا العقل والمصريين رغم كل القوة العسكرية وكل القوة الأمنية أمام المشهد الإنساني انهارت هذه القوة اللي كانت متقيلة واللي كانت متصورة أنها ممكن تحمي أي نظام النظام نفسه كانت خياراته رغم كل شيء خيارات عقلانية جدا ما تماداش أبدا في خيارات الدم المصريين بكل القوة دي في مؤسسة استطاعت أنها تحمي ده مؤسسة العسكرية في مصر مؤسسة وطنية هذه المؤسسة بغض نظر عن شكل من يحكمها أو من هو على رأسها الآن أو طبيعته ثق تماما أن هذه المؤسسة الوطنية لا يمكن بحال من الحوال إلا أنها تحمي خيارات الشعب المصري وهم تعهدوا في لحظة توليهم للمسئولية وقالوا بشكل واضح أن مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة وإحنا بنصق أنهم سيفوا بهذا الالتزام لجنة دستورية أصبها قدر كبير جدا من أزمة الشرعية الأزمة عندنا في مصر النهاردة من يمتلك الشرعية هذه الشرعية الحائرة هذه الشرعية اللي يملكها الشعب فقط فقدان الشرعية للجنة الدستورية شيء محزن لأن المفترض أن اللجنة الدستورية هي كل ألوان المجتمع المصري المفترض أن اللجنة اللي تشكل دستور مصر يصنعها مبدعوها من يصنع الحلم الأمريكي من الذي صنع الحلم الأمريكي أنا بادعو أعضاء البرلمان أنهم يجيبوا مطبطة الكونجرس الأمريكي وهم بيشكلوا شكل الدولة من الذي صاغ دستور الولايات المتحدة أشخاص اللي صاغوا الدستور الأمريكي وعملوا المبادئ الأساسية التي لا يتم تغييرها وبالتالي على مدار السنين تم تطويرها هذه المبادئ ولكن الجوهر الأساسي لم يتغير ولكن بما أننا دلوقتي بنتكلم على الدستور والبرلمان ما موقف دلوقتي الرقابة في زل البرلمان الإسلامي؟ البرلمان مؤسسة مقدرة ومحترمة وهي مؤسسة بنحترم ما تصدره من تشريعات وما لها من دور رقابي وأعتقد أن في قادم الأيام عندما تمارس المؤسسة هذا الدور بحرية دون ضغوط الشارع أعتقد أنه أهلا وسهلا بكل الأراء أهلا وسهلا بكل التنوعات مصر أكبر بكتير جدا من أنه حد يصبغها بلون واحد المصريين دائما وأبدا بيميلوا إلى أنهم على الرغم من شدة الأطراف وقوة الأطراف سواء في اليمين أو في اليسار دائما الوسط المصري بيحميها الوسط المصري أنا لا يمكن تصور مصر بدون سينما لا يمكن تصور مصر بدون مبدعيها لا يمكن تصور مصر ما أعتقدش أن في مصري في يوم من الأيام سيعتدي على تعدد مصر وتلونها ويخطئ خطأ جسيم في حق نفسه أولا وبيكشف عن جهل من يتخيل أن مصر ممكن أنها ترتدي السواد أو ترتدي البياض أو ترتدي أي لون من الألوان المصريين متعدد الألوان المصريين فيهم عظمة هذا التعدد عندنا مشاكل كتير عندنا مشاكل تاريخية عندنا فقر يا دكتور سيد لو كلام حضرتك ده مضبوط يبقى ليه ما فيش أي فنان أو مبدع في اللجنة التأساسية للسياغة الكستور يعني وجد الأستاذ أشرف عبدالغفور صديقنا وزميلنا وعضو نقابة المهنة التمثيلية ونقيب الممثلين وفيه في الاحتياط طبعا عدد قليل أنا حزين أن اتحاد الكتاب مش موجود هما مش مدركين لفكرة الحلم حلم مصر القادمة ده ده حلم شاعر حلم مصر القادمة ده صورة مصر اللي نتمناها مش بس في أعيننا إحنا كمصريين في عين العالم العالم لما بيشوف مصر وهي بتعلموا الحضارة وبتعلموا حتى في أسوأ لحظاتها وفي اللحظة التي شعرنا فيها أن المصريين خمدوا وماتوا وفي اللحظة اللي شعرنا فيها أن المصريين انتهت علاقتهم بالعالم الحديث كله اكتشفنا لا ده فيه طبقة متوسطة عليا مستنيرة أبناءها اللي تعلموا واللي أهلهم تعذبوا علشان يعلموهم لا زالوا مرتبطين بالتكنولوجيا الحديثة ولادها ما زالوا قادرين على الإبداع بصي على شكل مصر هتلاقي الولاد الصغيرين بالكوميديا البسيطة وبالكوميديا السياسية فكين كل تلاصم المشهد المصري بيسخروا من كل شيء وعندهم قدرة على أنهم يحيلوا كل شيء إلى نكتة المصريين مش ببس بيعملوها نكتة النهاردة ده بيعملوها مصنف فن لما المصريين البسطاء يبدعوا أفلام دقيقتين وخمس دقائق ومسلسلات خمس دقائق ده نمط من الإنتاج الفني لم يعرفوا العالم لسه ولسه المصريين قادرين على تطويره المصري في قدرته على التكسيف والاختزال الدائم لملخص الحضارة الإنسانية كلها أعتقد أنه قادر على أنه ينجو بهذه اللحظة هي لحظة مفصلية نسق في كل القوة كل القوة محتاجة لمزيد من الثقة فيها كلهم وطنيون نحن محتاجين فقط أن نبني مشروعنا نبني حلمنا عن مصر لن يصنع هذا الحلم إلا المبدعين والشعراء والمؤلفون ثم يصوغوا كل الشعب المصري من سيرى تلون المجتمع المصري وتعدده من غير ما يكون سمع أغاني شديا بشكل كويس جدا من غير ما يكون سمع عبد الوهاب وسيد درويش من يستطيع أن يقول مصر معزولة تماما عن الصوت والصورة تخيالي مصر مجرد ناس عايشين بيمرسوا الأعمال المادية ويمرسوا الأعمال اليومية ويمرسوا حتى عبادتهم دون أن يكون لهذه العبادة الأظهر الشريف نحن لا نريد منهم أي حاجة نحن لا نطالب بأكثر من الحرية التي يمنحها الإسلام الأظهر الشريف عمل وسيقة الأظهر ونحن ناصق في الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد الطيب هذا الرجل العظيم الذي قدم لنا تصور رائع لفكرة الحريات الأربعة التي نحن بالفعل نطالب بأكثر منها وهي نفس الوثيقة التي عملناها في جابهة الإبداع وسلمناها للبرلمان في أول يوم وانسحبنا تماما من المشهد ليس نخوض معارك في الشوشرة نحن محتاجين أن المصريين يعقوا تماما أن هذه ثوابت أساسية ثابت أساسي وثيقة الأظهر ثابت أساسي أن لا يتغير شكل الدولة نحن ندرك تماما أن من تولى المسئولية في اللحظة الصعبة جدا ورغم التخبط أيها بس المشهد اللي احنا بنعيشه دلوقتي مختلف عن الكلام اللي حضرتك بتقول وإحنا حاسين أنه بيحصل تغير كبير جدا في كل الثوابت اللي احنا بنتكلم عنها سواء الثوابت الإبداعية أو الثوابت في حرية الرأي أو الحاجات حالة اهتزاز بس وحالة من الإرباك نتيجة تطاير الأفكار وتطاير الرؤى وتطاير التصورات المختلفة المصريين كل واحد بدأ يعبر عن نفسه المصريين النهاردة كل واحد عايز يعبر عن فكره ويصل بهذا الفكر في حالة من الأدائية اللي موجودة في الشارع المصري من كم الكاميرات اللي موجود وكمل فرص التصوير والإضاءة المصريين عايزين يقولوا احنا موجودين احنا أحياء فترة كبيرة جدا من الموات عشناها أعتقد أن اللي جاي في مستقبل مصر مشرق ورائع ومعتقدش أبدا أن حلم مصر العظيمة دي كم التفاصيل اللي احنا فيها شوية يبقى مربك يعني قالوا بالخير تجدوه وحضرتك كده متفائل جدا وإحنا لسه في أول يوم في نهارك سعيد دكتور سيد خطاب رئيس الرقاب على المصنفات الفنية بشكر حضرتك جدا وبقول حضرتك نهارك سعيد جلسي على الحوار الجميل دي يا ريم ونهارك سعيد جدا ويا رب مصر دائما وأبدا تظل منطقة النور ومنطقة الأمل لكل العالم مش بس للعالم العربي وإن شاء الله مصر في قادم الأيام لها المستقبلها العظيم إن شاء الله اللي هيتحق إن شاء الله وبكده تبقى خلصت فقرتنا النهاردة ولكن لسه يومنا مستمر هنطلع الفاصل سريع نشوف فيه تقرير ونرجع تاني نكمل بقيت فقرتنا النهاردة شكرا